السلام عليكم ورحمة الله بركاته ازليكم عامنين يا رب بكونوا في افضل حال يا رب بكونوا متابعين معنا الفيديوهات هنتكلم نهاردة ان شاء الله على جزء وزي ما كلمنا الفيديو اللي فات على تقريبا زي ما قلنا هيبقى تسعين في المية من الفيديو اللي فات شبه الفيديو ده بس له علاقة شوية بيه اللي فات كان اللي جاي ده هيبقى هناك كنا نتكلم على هناك كنا نتكلم على هناك كنا نتكلم على هناك كنا نتكلم على هنا نتكلم على فهنشوف مع بعض ايه الاختلافات خلينا نفتح مع بعض ونشوف ايه نتكلم عنه النهاردة. طبعا ده مش اللي هي علاقة بالسيرفر دي اللي هي علاقة بالفابريك انتركنكت زي والمابين والابلينك والبورت الراحة للسيرفر والابلين بورت كله هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. مبدئيا هي 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 في لانز شبيهة يعني سيميلر تو في لانز اه البيلانز كان بتعمل سبريشن ما بين اه او سبريشن ما بين البورس وبعضها كأنه بالضبط عندي تو بروت كاس دومين نفس القصة عندنا في في سانز الاثنين اللي في في سانز مختلفين مقدروش يكالوا مع بعض سواء كانوا سيرفرز او تو ستوريج ما بينهم بين بعض نفس الكونفجريشن اللي كانت اه موجودة في اللان هي هي موجودة في الفيسان يعني النفس الطريق اللي هكارب بها الفيسان ولما نجي نكاريت في سان هنكاريتها اما على الفابريك اي اما على الفابريك بي اما بنفس الطريقة على ال two fabrics والماكسما المبر في سانز تقدر تكريت اب تو اتنو وتعتين في سان اه اتوقع الرقم ده كان رلائت تو في اليو سي اي اس مناجر لما في 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 اليو سي اس ماناجر لما في الريو سي اي اس مناجر توقع انه بيسابورت رقم اكبر اه في عدد الفيسانز بس خلاص مش مشكلة تقدر تبحث في الداتاشيت وتقدر تجيب الله المعلومة دي. او احنا ممكن نجيبها مع بعض بس يعني عشان ما نطولش وقت الفيديو لو عملت سيرش في هيقول لك كم واحدة تبقى وتبقى موجودة من واحد لاربعة الاف تلاتة وتسعين في اللي هو تسعة وسبعين ولو انت شغال في اللي هو هيبقى الرقم ده ايه محجوز ما تقدرش تستخدمه خلاص ده بالنسبة لي اللي عادية خالص ازاي بتعمل كريت للفيسا هنشوفها كمان شوية بس معلومة مهمة احنا عارفنا ما نيجي نكاريت او برتكول الاف سي و اي بيتعملوا ما بينج اوفر اللان عادي جدا فلازم تعمل لما يتعملوا في ديديكيتد فيلان مختلفة عن كل اللي عندك يعني هتختار سيه مسلا انت عندك الديتا فيلانز من واحد لحد مية هتختار الفيسا الاف سي فيلانز من بعد المية ما ينفعش تختارها في فيلانز مكررة عندك ودي نقطة مهمة جدا يبقى لكل فيلانز او او ناتورك ليها ايه او او مابد فيلان تقدر تعمل لها مابينج عليها ولازم تسلكت لالاف سيو اي دي نقطة مهمة جدا ما تنسهاش اا وانت بتعمل اللي اتنم الوصف لالفاي برديني او فيلان هنشوفها مع بعض وحينا آآ السان. وما فيكنا نفجي الحاجات بتاعتنا تحت اللان هنا هيبقى تحت السان. هتلاقينا عندي حاجة اسمها سان كلاود وستورج كلاود. انسى استورج كلاود دلوقتي خلينا نتكلم على سان كلاود. ليه هي هشغلة تانية هنتكلم فيه كمان شوان. تحت السان كلاود لو قفت تحت فابرك هتلاقي في سان هتبقى تتكرية تحت مين تحت فابرك اي. لو روح تحت بي وعملت على في سان كليك يمين كريت في سان هتعمل كريت في سان تحت مين فابرك بي او ممكن اضم الاتنين دول مع بعض كده وهتلاقي انت عندك في سان هنا ده مجموع مين فانا عملت هنا كريت في سان هيسألني والله اسمها ايه هسميها مسلا آآ دي بي سيرفرز خلاص اس في ار سيبنا من دلوقتي ما بنعملش في حاجة خلاص ما هتكلمش عن الزونين آآ هل هتعملها يعني على ال آآ جلوبال كونفجراشن ولا هتبقى في فابرك ايه ولا فابرك بي ولا اوكي هتبقى فابرك ايه وبي مع بعض بس كل واحد مختلف عن التاني فاحنا هنعمل ايه هنقول له مسلا والله لا اعملها لكريت على فابرك ايه او هسيبها كومون يعني هتتعملها كريت في الاتنين هنقول له في سان آآ اي دي هتبقى مسلا سيف خمسمائية عشان نتأكد ان هي مش مستخدمة وبيقول لي ايه بص كده لو انت هتستخدم قول لي المابد في لان ايه قول لي المابد في لان هتكون ايه ولا يكون نقول له ستة مية خلاص آآ طبعا عملت اوكي هتلاقي ان دي اصبحت على آآ تحت هنا لو رحت تحت وبصيت على هتلاقي مفترض تكون موجودة هنا آآ احنا عملنا لها كومون جلوبل آآ ليه مش موجودة خلينا نقول له الفي سانز مش موجودة على غريبة خلينا نرجع بره ونرجع مرة ترنية سان طيب في سانز مش موجودة خلاص خلينا تحت اللي انا عملتها تحت فابريك ايه تلو كريات في سان وقولت له فابريك ايه هتتكاريت في فابريك ايه مفترض مش عارف خلينا نقول له كده هتبقى على فابريك ايه تمنمية والفي سان اي دي تمنمية خلاص تبقى موجودة هنا اصبحت على ال ايه هنا مفترض لفي جلوبل تتكاريت على الاتنين آآ فابريك بي لسه مش كرييتت فتعمل كرييتت عليه خلاص يعني الطريقة سهلة ده اللي كنت عايز اوصله عملت بقى انك تكرييت تحت اي فابريك من الاتنين دول ليه علاقة بتاعك آآ دايما في الغالب يعني ما بيكونش اليمين زي الشمال لان ما بيكونش الاتنين آآ مع بعض كده احنا عايزين نقول له لو جيت بصيت هنا مع بعض الرسمة دايما في بتبقى بالمنظر ده كده بيكون عندي خلاص ده الفابريك ايه فابريك بي بعد كده سويتش ولكن ده Ben nova وده بيكون الفابريك ده كده والفابريك ده كده وعندي هنا دي الستورة بتاعتي واصلة كده واصلة كده في الغالب في الامور بتاعتنا وهي ماشي طبعا ده يكون الايو موديل ده الايو بيكون بعدك مفيش عندك من بيه ده مش موجود مفيش الانتركنكشنز دليل لان دايما في التراديشنل سان نتوركينج بنخليها مفيش برضو كده ما بنعملهاش بالتسطريقة دي ففي الغالي ده بيكون في سان ودي في سان تانية ماشي مختلفين عن بعض ايم زي بي ماشي اه فور سيكيري طبعا عشان نضمن ان ال في امز ما فيش كل ما فيش سيرفر يقدر يكتب في لان تانية مش سوري مش ال في امز هنا بقى في لان اه مرة موجودة هنا ومرة موجودة هنا فعشان نضمن ما فيش او سيرفر يكتب في لان مش اللام بتاعته بنحاول نعمل كل تاعتنا كأننا عندنا آآ او ما بيسمعوش لبعض ولذلك برضو هتلاقي اي مش بيتوصل ببعض مش هتلاقي خالص ده ينفع يتوصله ببعض ويبقى دومين آآ ودي بنسميه بس وبتتعملش خالص انا مع متن عمري ما عملتها في اه ولا حتى التيم عندنا يقدر يعمل حاجة زي كده طالما الهاردوير كفاية والسيرفر زي كلها تقدر تطلع في مش هتاخد اي ميزة ان انت تضم مع بعض آآ نرجع مرة تانية فده كان بالنسبة الجزء يمين وازاي تعملها آآ لما تعملها تحت احنا لما كنا موجودين هنا كنا تحت صح تحت بفوت الكاريت في الاتنين مع بعض بس خلص مش مشكلة ممكن ده يكون آآ هو اللي في مشكلة هنا بيقول لك ايه سنجل في سان اللي انت عاملها في الكمون وفي الجلوبل بس خلاص مش ده المشكلة بتاعتنا دلوقتي آآ ودي العملية انك تروح تحت كل فابريك وتشوفه وممكن تعمل تكريات مختلفة في كل فابريك عن التاني برضو خلاص مفيش مشكلة تكلمنا في الجزئية ديت آآ خلاص انت تعملها مختلفة في كل فابريك آآ بعد كده بنسبة الجزء البورت بتاعتك في الفابريك انتركنكت آآ يا اما عندك حاجة اسمها ابلينك يا اما ابلين سبورت يا اما ستوريج بورت صح مش دي البورت اللي احنا عارفناها وقلناها قبل كده في جزء السان ايه هي البورت زيت واختلافاتها اللي طالع من سويتش لسويتش هيبقى بلينك بورت خلاص دي نقطة مهمة جدا ما تغلطش فيها الاستوريج بورت لو انت معندكش يعني الفابريك انتركنكت طالع على الاستوريج على طول زي ما احنا شفنا هنا كده ده كده اللينكة دي هتبقى بلينك بورت ليه لانها طالع لسان سويتش خلاص وبالتالي لما نيجي نتكلم في جزئية هتلاقي ان الزونيج ممكن يتعمله من اللي هو فايف كي هنكلم معنا كمان شوية انما لو انا على طول من الفابريك انتركنكت لي الاستوريج فهيكون ده اسمه استوريج بورت وبالتالي لازم تفتكر ان احنا قلنا قبل كده ان الاستوريج بورت ما ينفعش يشتغل في الاند هوست مود لازم تكون شغال سويتشينج مود فما تنساش الجزئية دي اه وخلاص عرفنا الابلينك طبعا لو في في سانز هتبقى كارد كأن زي الترنك بزد كأن بقى عمل في سانتركنكت لو من فابريك انتركنكت لسويتش هتبقى دي في سانترانك وتترشيل اكتر من في سان او في سان واحدة ونقطة تانية كما تقدر تعملها بورت شانل لو انت عندك ما بين سان سويتش وفابريك انتركنكت تو لنكس لتعاملهم في النقطة ديت عشان تجمع الباندويتس انما لو انت من الفابريك انتركنكت للستوريج داريكت على تقدرش تعمل بورت شانل هيبقى توي سيبرت لينكس وتروي طب لو انت عندك حاجة اسمها اللي هو ملتي باث انبوت على الستوريج الري وفيها لوت بلانس خلاص هتقدر تعمل الجزئية دي انما لو ما فيش مش هيستخدموها مهمة جدا انك تكون عارفة وفي وانت بتعمل من الفابريك انتركنكت سوري بورت شانل على بورتات الفايبرت شانل تقدر تعملهم مختلفين في الصرع عكس يعني في كنت لازم عشان تدخل اربع بورت مع بعض في نفس البورت شانل كان لازم يكون نفس نفس الانترفيس نفس الكونفاجراشن نفس الاسبيد نفس يعني فعش يبقى يوتيبي وفايبر مثلا انما هنا في الفايبرت شانل في الثاني يعني تقدر تكونوا مختلفين في الساتينجز عايي وفيش مشكلة وزات السرعات فدي اضافة قوية جدا للبورت شانل في الفايبرت شانل طيب بالنسبة بتستخدمها ازاي او بتمنج ازاي لو انت روحت على 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 الفابريك وروحت على اي لنك مسلا سيح على دي كده هتخليها تقول له ايه طبعا لو هي اه اه احنا ما عملناش ديفاين للفايبرت شانل بورت كنفيجر يونيفايد بورت ياس احنا دي اه الازرق دي يونيفايد بورت لا اه كل ده كلهم ايثر نت مفيش لسه ديفاين اه بورت شانل خلينا نقول له الحد هنا كده هيبقى دي بورت شانل اوكي ياس كده البورت شانل هتبقى على اللي صار وهنا اولو كده هتبقى مسلا اكتر من الاولان يعاني فيش مشكلة اوكي لو رحت على ده نقول له بقى مرة تانير فايبرت شانل بورت ده ممكن يكون ايه ممكن يكون لسه ما عملهاش مفترض يكون هو اف سي بورت لسه مفترض ان هو يعمل ريلود طيب اه انت مفترض ما تريد تعمل فايبرت شانل بورت سيبقى عندك حاجة اسمها او بلينك بورت فايبرت اف سي او بلينك بورت هنلاقيه هنا اف سي او بلينك بورت هتبقى او بلينك بورت ديت ماشي و بعد كده انت عندك بورت راحت في في ابلين سبورت ده عارفينه في بورت ستوريج بورت مشايفة ابلينك بورت اف سي اي هنكم فيجر لازم يعمل خلاص هنا في اف سي بورت صحو طيب خلينا نشوف ده كده كنفيجر اف سي ستوريج بورت هو باي ديفولت ابلينك بورت خلاص باي ديفولت اول كور يعني اول فايبر يعتبرهم ابلينك بورت وعليهم من الفي سانز هنشوفها كمان شوية ان احنا نعمل حاجة سمات رانج اه انما هنا كستوريج بورت قدر تحدده من هنا او طيب لو انا عندي اكتر من في سان يعني احنا عملنا كريت لفي سان قبل كده لاحزنا لو هقلبه اف سي ستوريج بورت هيعمل ايه اوه لا الاف سي ستوريج بورت ما ينفعش يبقى في الاند هوست مود لازم اتحرك للسويشنج مود خلاص فخلينا نقلبه ايه سويشنج مود كده عادي ما فيهش مشكلة خلاص الراجل ده تقلب على ستوريج بورت ويه تقلب آآ مود اوكي فدي مفترض نبقى ايه عارفنا طيب لو انت عايز تحدد عدد آآ في سانز معينة هي تبقى متشالة او لو معنى صح على الانترفيس فبتروح على مستوى الاب لينك نفسه اللي انت اللي هي الاف سي بورس الكم فيجرد ابلينك وتحدد الفي سانز اللي هي آآ تتشال على الانترفيس ده يعني حولت الانترفيس ده خليته ياس كده فخلينا روح اقول له ايه ده ايه الفابريك انتركوناكت روح عالبورت ده تقدر تقول له الكارد عليه احنا هنا فين ده الفابريك انتركوناكت ايه ايه اف سي بورت ايه هنا 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 تقدر تحدد عدد الوي سانز اللي هي اللي تقدر تتشال عليه اوكي فدي نقطة مهمة جدا لو انت عايز تعمل كل مختلفة ده بيحصل كتير بيبقى عندنا من الفابريك انتركوناكت طالع للسان سويتش لفايف كي مسلا هو شغال دي بنعملها ايه سي مسلا عندي اربعة ابلينك وانا عندي اربعة فابقوا معاملهم ايه بقى عاملهمش كل انترفيس يشيل ايه يشيل فيسان مختلفة يبقى انا عامل وفيزيكال آآ على الاتنين على المستوى والفيزيكال فدي نقطة مهمة جدا لو انت عايز تحدد فيسان معينة ان هي بقى تبقى طالع على معينة نرجع مرة تانية طيب ازاي انا هعمل آآ على مستوى الفيسان يعني عايز الانترفيس ده يعمل آآ فهنا هتقدر تروح على مستوى الفابريك نفسه وتقول له ايه الترونكينج راحت فين طبعا خلينا نروح السويتشيك مود يس كده مفترض ان احنا في اسويتش مود خلينا نشوف الزسان ابلينكي مانيجر ابلينك ايثنين بووتز هلنين احنا متوقع مش من هنا مفترض يبقى فيه الترونكينج المنترفيس لما تغير الموضوع بقى صعب شوية انك تدور على الحاجات خلينا نشوفها مع بعض توقع الابلينك مفترض في الابلينكي مانيجر خلينا نعم بوز الفيديو وتدور عليها برقاحتي طيب يا جماعة رجعت لكم مرة تانية طبعا احنا اكتشفنا خطأ خطير ان احنا بندور تحت الاكويمنت وطرد الكلمة يكون تحت السن ويتم تحت الفابرك هتلاقي عندك اف سي ابلينك ترونكين طبعا الناس على هزا فكرة فكرة بيه فابرك بيه هتلاقي اف سي ابلينك ترونكينج را عملت كده خلاص عملت انابل الترونكينج لازم تكون تكون من جهة الفابرك انتر كونكت من جهة من جهة طبعا ما شتقدر تعمل الجزء دي الا لما يكون عندك طلع على ااا سويتش من سيسكو او او عادي ما فيش مشكلة انما لو ستوريج بورت مش قدر تعمل وانما اخرك انك تقدر تعمل بس انك تحط البورت انه على انه اكسس في فيسان انما ما يكونش اه ترونك دي نقطة مهمة جدا عرفنا زي نعمل لي انكيس ان انت شغال باكتر من اه وحتاج بتاعتك تبقى شغلة اكتر من فيسان اه بالنسبة تقدر تكاري عادي جدا لو روحت على الا الا السان هنا هتلاقي بورت اف سي بورت شانل خلاص على طبعا ما عنديش نجاعة تاني ونحدد ان البورت دي يكون ايه ده غريبة لو روحنا تحت السان مرة تانية قلو طب جايز تكون تحت بيه اه احنا ما فيش ليس عاناش سور يا جماعة اه اف سي اي دي اف سي بور بي او خلاص نقول له ناكس هيقول لك بتاعك مين هتغفو طلع الانترفيس هنا تقدر تاخد كل انترفيس وتعمل له اه اه موف للجهة اليمين هنا يبقى دي البورت الموجودة في البورت شانل وخلاص اصبحت البورت شانل كريت ده عندك طبعا لازم تعملها كريت بردو من الطريعة دي خلاص اب تو سكستين بورت تقدر تعملهم فين في البورت آآ ده عدد خلاص ده بنسبة العملية الموضوع مش آآ صعب نفس القصة لو انت في عادي بقى على مستوى يعني بعد ما تكاري تقدر تحدد عدد في سانز الااا الاو او ايه هي الالاوض على دي لما تكاريتها مفياش مشكلة خالص او اللاحز ان تقدر تحدد عدد الكارد على الانترفيس ده الستوريج بورت هو بورت رايح للستوريج على طول بنسميه داس او اللي هو الديركت اتاتش استوريج اه وهنا الكل المسموح لك انك انك انت اه تقدر تكون في سان بس انما تقدرش تكون في سويتشنج مود ما تكونش في الاند هوست مود ودي نقطة مهمة خلاص تكون فيجر اف سي بورت شانل وتوصل على طول بسيرفر وده في كومن في السمول سايز بزنس يعني في ده كتير بتعمل الجزئة دي بيجي اه يو سي ايس تشالسي عليه تمانية بلايدز مسلا خلاص في كل السيرفرز بتاعته والفابريك انتركنكت بيطلع له تمانية واربعين بورت لو هما كلهم يبعثهم على ستوريج ومنها يقول يعني لينكات تطلع على ستوريج على طول لهو عند وان ارى او ماكسمام وشوية تانية طلع على وخلاص صلى الله وبرك كده وانتهى بتاعنا عشان يقلل اللير انه يشتري سان سويتش ليه اشتري سان سويتش واوصل بي اه بتاعدي نوعا من انواع يعني انما ما بيكبر عن كده وطبعا فيه تتطلب انك لازم يكون عندك سان سويتش في النص فخلاص دي دي قصة مختلف انما دايما في بيكون الستوريج يعطوه سبقا كانت اي ام سي بتعاملها على على طيب الموضوع سهل جدا وبسيط هنروح لحاجة تانية اسمها سان احنا عرفنا من شوية حاجة اسمها سان اللي بتلاقيها فين لو روحت تحت السان سوري تحت السان عندنا هنا شايف في حاجة اسمها سان كلاود صح لو انا عملت لها كلابس كده وروحت على ستوريج كلاود هتلاقي برضو فيع حاجة اشمها في سان مرة تانية الفرق بين السان انك تقي Lumo الكريت للسان هنا عندك وتقي Lumo الكريت لل في سان تحت السوريج كلاود يعني انا عندي ، yeah and i two types of في السان هي تعاملها كريت تحت السان على فابريك اي فابريك بي وفي سان بنفس الويزرد بالضبط على فابريك اي او فابريك بي تحت السوري جيل الناس ان الو في سان اللي هتعملها كريت على لستوري جيل دي خاصة اللي هي بمعنى اصح اللي هتحددها هنا لازم تعمل لها ماب هناك على اللي يطلع للبورت اللي هي راحة انما العادية تبقى اللي راحة المين للسيرفرز او الكارد على اللي موجودة عندك فدي نقطة برضو ايه ما تنسهاش خالص انك تاخد بالك وانت تحت ممكن تعمل كريات وما يتكررش اسمها اللي احنا كنا عملنا لها كريات هناك مفيش هنا فانا هقول له كريات لاحظ نفس الانترفيس بس هنا هنهتم بجزية مين لان انت عندك في العادية ركز معي قوي في العادية لو جبنا الرسمة بتاعتنا تعني ان احنا عندنا صح معنا ان انا بقول دي يعني طلع على وسان سويتش ايه وسان سويتش بي صح ده سان سويتش خلاص وده سان سويتش خلاص بالمنظر ده كده فاذا معنا ان دي ابدأ إذا تقدر تعمل في سان عاشرة وعشرين وتلاتين خلاص ويمكن تشيل اربيعين خمسين ستين على سبيل المثال خلاص دي كده طيب الفي سان الثانيه ممكن تكون عندك الفابرك انتركنكت طالع دايرك تاتش على استوريج دي استوريج دي الري وليكن اعتبرها اي ام سي ودي اري اتش بي مسلا خلاص فالبورت داي استوريج بورت وليكن انا عايز احط الابلاينس دا او الاستوريج دي في فيلان سوري فيسان مية ودي فيسان ميتين خلاص لاحز ان هما انتو ديفران دفيندرز اصلا شلاز يكونوا فيزيكالي سبريتد ولوشيكالي ده ممكن يكونوا ما يكونوش فيزيكال ممكن يكونوا موصلين بنفس الفابرك بس على فيسان مختلفة لكن ده طبعا اقل شوية في وارد جدا يحصل خطأ يعني ويحصل ايه اه على سبيل المسال لان تختفي لان يتعملها في مختلفة في مشاكة جدا ممكن تحصل بسبب خطأ بسيط جدا طيب فلزاك بنقول يكون في فيزيكال سوربريشن خلاص عرفنا دي جزئية الاستوريج بورت اذا الفيسان دي اللي هتتكاريت تتكاريت تحت مين تحت استوريج فيسان ودي تكاريت تحت استوريج فيسان طيب في السيناريو الاولاني انت محتاج زوني وفي السيناريو التاني محتاج زوني ايه هو الزوني ان مين يكلم مين صح نحن عارفين الاجتماعي عندي حاجة اي دابلو دابلو اني يكلمها صح كده بندمرها على مستوى مين اللن طب على مستوى السويتشز بنحتاج نقول اي بورت يكلم اي بورت او اي دابلو اني يكلم دابلو اني زي كايني بالطبع اعمل اكسس لست خلاص فالزونيك لما يتم على السن سويتش اذا دي ابلينك هتعمل الكونفجريشن بتاعتك اوف انت معندك او دي سيبل ليه لان الاف سي زونيك لما يتم على الابستريم سويتش الكيمينيك لو دا ناكسس غيلة بيتم الكونفجريشن بين و بين الفابريك انتركنكت و يبعثو الزونيك خلاص يطبقه تحت على الفابريك ايه و نفس القصة هنا فانت مش محتاج تعمل الكونفاجريشن للزونيك على مين على الفابريك انتركنكت بتاعتك خلاص اذا كانت دا اوب لينكس طب اذا انا كنت دي مش او والنطالع على على عطوال لاحظة ان الوي بنتور تاني اصلا وممكن لا يفهمش التاعتي ولا التاعتي فلازم الزونيك انت هتكونفجريERه منين من على ايه وبي ففي الحالة دي تحت هنعمل ديه ايه خلاص لسه هنروح نعمل نكمل بقية الكونفكشن بقى من من السورس ومن التارجت او من الانشياتور ومن التارجت هنعمل بحاجة اسمها لكن بتهيئ نفسك ان انت تقول له ايه ان انت عندك خلاص وولك رايح على اوبستريم فما تنساش الجزئية ديت لانه بيجي اسأل عليها في الامتحان موجودة في سيئلة طيب اه عرفنا جزئية خلاص اه ايه الفرق بين يعني هو انا شغل فيه قدامي معنا زيك ان انا باستخدم انما لو هي يبقى انا اللي قدامي وان هو عادي جدا انهي وانا اللي هعمل بتاعي على مين على مستوى على مستوى بتاعي ده طبعا هنشوفه ان شاء الله في الفيديو اتوقع اللي بعد الجاي لما نتكلم على جزئية لكن لحد ده انا هننهي الفيديو ده ونتكلم الفيديو الجاي ان شاء الله انا حاجة اسمها وهنبدأ بقى خلاص يعني ان شاء الله هنبدأ الفيديو جاي واللي بعده نحنا نبلد آآ كامل ونبدأ نشغله اوبان روننج في حقيقة دي خلاص يعتبر الكورس بتاعنا انتقع احنا يبقى انا بالزبط تلت الكورس لو اتوقع من اربع لخمس آآ فيديو هاته شوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته